العاشر من أيلول في كل عام يخصص للوقاية من الانتحار في لبنان وفق معطيات عام 2014 شخص كل ثلاثة أيام يخسر حياته بالانتحار الآن أصبحت المعادلة شخص يخسر حياته كل 2.1 يوم وشخص يحاول الانتحار كل 6 ساعات بالأرقام تم تسجيل 157 حالة عام 2018 و170 حالة عام 2019 150 حالة عام 2020 و145 حالة عام 2021 ليتم تسجيل 83 حالة انتحار في لبنان في أول سبعة أشهر من عام 2022 للغوص أكثر في أسباب الانتحار وصبول الوقاية الآن بأن زارة الأخصاء النفسي الدكتور جمال حافظ الذي توجه برسالة إلى كل شخص تخطر الفكرة على باله أكثرها بتصير عندما يصل الإنسان لحد ما بقى عنده خيار بتكملة الحياة للإنقاذ الذاتي من الواقع السلبي اللي هو عايش فيه فيعتقد كمان هون أنه إنهاء حياته بتنهي المشكلة بحد زيتها فزادت كتير الانتحارات اللي ما فينا نضيفها للانتحارات العادية العادية عادة هي بين 5 و 11 أو 12 بالمية بمجمل الانتحارات ما بين الأمراض وما بين الانتحارات العادية أول شغلة من المفترض أنه يعمل الشخص يلي مسود الدني بيوشه قبل ما يوصل لليأس حالة اليأس أنه يصرح بما يشعر إذا ما بدي أقول زيارة الطبيب النفسي أقله المحيط تفكر بالانتحار الفئة ما بين العشرين لنقول يعني عند بلوغ سن النضوج للخمسين سنة دكتور اليوم بيزل الأزمة الاقتصادية اللي عم نمرق فيها هل المواطن اللبناني معرض أكتر للانتحار من دول تانية؟ اللبناني عادة سريع التأقلم لا يوصل لدرجة اليأس بالمعنى الانتحاري للكانيمي بدي يكون إنسان عدم من كل شيء الانتحار قرار بإنهاء الحياة ولكن تنتهي حياة كثيرين مع هذه الفكرة فتذكروا أحبتكم وأحب حياتكم رغم قصاوة الحياة وصعوبة الظروف يبقى الانتحار جريمة تذكروا دائما أن على هذه الأرض ما يستحق الحياة لارا صالح أنبيئا